اشتركوا في القناة ستخص ولاية تيندوف حتى خلال يوم الغد إن شاء الله دائما ضمن طيارات غربية جنوبية غربية رطبة خستة على الجنوب الغربي إذن سحب ستنتشر سفلة مرفوقة بأمطار شكل زخات رعدية أقول على منطقة الصورة كذلك ولاية تيندوف بينما أجواء مغشات تقريبا على كل أرجاء الوطن مع حبيبات رمال التي تبقى عالقة في السماء على المناطق الوسطى والغربية حتى على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب خلال هذه ليلة وخاصة صباحة الغد درجتين دون الصفر على الجلفة ثم درجات على العاصمة ننتظر 6 درجات على ولاية بشار كذلك ولاية تين راسات واجانت 17 درجات على الأقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله ارتفاع والأوطفيف لدرجات الحرارة تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة الوجهة السحلية ننتظر مقاييس ما بين 18 إلى 23 درجة 10 درجات فقط على ولاية البيض 17 درجة على بشار ننتظر 18 درجة على ولاية غردية وبسكرة ترتفع كلما اتجهنا من سحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب لتقارب 27 درجة للملاحة والصيد البحري خلال يوم الغد مصرحة الأرصاد الجوي ترتقب بحقا للإتراب على الواجهة الغربية مع رياح متدلة بينما بحر هادئ على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية رياح ضعيفة لن تتعدل 20 كم في الساعة أما خلال أيام القليلة القادمة بداية من يوم الجمعة إن شاء الله أجواء مغشات تقريبا على جول المناطق الشمالية دائما تواصل لتساقط الأمطار على شكل زخاطر عادية على منطقة تيندوف درجات الحرار في استقرار خلال نهاية الأسبوع إن شاء الله دائما أجواء مغشات على الوجهة الوسطى والشرقية لكن ضمن طيارات غربية جنوبية غربية سحب ستنتشر تكون مطيرة إن شاء الله أمطار على شكل زخاطر عادية أحيانا معتبرة على منطقة تيندوف منطقة الصورة كذلك الهضب العليا الغربية هبوب الرياح قوية على الوجهة السحلية الغربية درجات الحرارة في استقرار خلال يوم الأحد إن شاء الله بداية الأسبوع ننتظر دائما سحب ستنتشر على منطقة الوسطى وكذلك الشرقية أقول سحب النوو العالي لكن سحب سفلة أحيانا كثيفة على الوجهة الغربية مرفوقة بأمطار على شكل زخاطر عادية على الجنوب الغربي درجات الحرارة تتراوح مع بين 12 درجة إلى 28 درجة من الشمال نحو الجنوب غرب الشمس اليوم الغد على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام السادسة 28 دقيقة مساء أشكركم على المتابعة أمسي طيبة للجميع في أمان الله